بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في مدولة العدل المعلومات. ان شاء الله النهاردة هنشرح موضوع جديد من موضعات الاندرويد. هنشرح طريق تسريع الواي فاي على الموبايل الاندرويد. طبعا درس النهاردة مختص بالواي فاي بس مش مختص بالموبايل داتا. هنسرع شبكة الواي فاي على الموبايل الاندرويد. هنسرع عن تصفح. هتسرع فتح الفيسبوك او اليوتيوب او اي موقع انت بتفتحه او حتى طبعا التطبيق اللي هنستخدمه النهاردة برضو مش موجود على هكون هتقلق رابط التحميل بتاعه موجود اسفل الفيديو هو تطبيق صيني من انتاج شركة صينية ما تخافوش ما فيش منه اي قلق خالص على التليفونات طبعا بعد ما تحمل التطبيق هتنقله على التليفون وتعمله بعد كده هيكون عندك ايكون تطبيق بالمنزر اللي احنا شايفينه دوت الايكونة البرتقاني دي حتيجي تفتح تطبيق زي ما احنا شايفين هو اوتوماتيك بيعمل او بيجيب اسم الشبكة اللي انت متصل بها انا اسم الشبكة بتاعت دي كل اللي عليها هدوس على المربع الاصفر ده واستنى لحد ما يخلص خالص زي ما احنا شايفين هو شغال كده بيسرع الانترنت تمام هو كده خلصت هعمل رجوع هينزال اللي فوق او اشعار بان تطبيق شغال عندي على التلفون زي ما احنا شايفين ده بتاع بتاع التطبيق بتاع تسريع الواي فاي تمام طيب خلينا الاول نجرب الانترنت لو رحنا مسلا فتحنا زي ما احنا شايفين بيفتح معي بسرعة جدا دخلت مسلا على اي تطبيق مسلا فيسبوك لايت زي ما احنا شايفين بيفتح معي بسرعة كبيرة طبعا تمام وصور التطبيق بتزهر معي اهو بدون مشاكل طبعا انا 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 شخصيا كان عندي مشكلة في ان انا لما بدخل على وابدأ ادخل على تطبيق لازم اقفل وافتحه تاني عشان الصور بتاع التطبيق تظهر لي. لكن دلوقتي ما فيش اي مشكلة من دي خالص. مسلا لها بتصابو ايه? آآ زي ما احنا شايفين بتفتح معها بسرعة ايه? تمام? طيب لو جربنا مسلا نفتح آآ اي موقع مسلا هنقفل ونفتح جوجل كروم مسلا. تمام? هفتح مسلا موقع جوجل. زي ما احنا شايفين. طيب نفتح موقع تاني وليكن مسلا موقع مدونة عندنا مسلا. نفتح مدونة نشوف سرعة الانترنت. زي ما احنا شايفين فتحت معيه بسرعة كبيرة. طبعا لو عملت برضو عرض اصدار الويب عشان نشوف مع بعض. تمام? طبعا الانترنت سريع جدا على التليفون بسبب التطبيق ده. انا اصلا ان انت عندي بطيء لكن بعد ما استخدمت التطبيق ده معاكم حسيت ان في فرق فعلا. طبعا التطبيق محتاج ان انت كل فترة تشغله وتعمل خطوتي اللي انا وردهم لك ان انت تدوس على المربع الاصفر دوت. تمام? طيب. في ناس بقى تسألني ازاي يرغي الاشعار دوت لان شكله مش كويس او اللغة اللي مكتوبة دي انا مش فاهمها وهتبقى عندني مشكلة مسلا او شكلها مش عاجبني. بكل بساطة انك هتروح على بتاع التليفون وبعدين هتدخل على او مدير التطبيقات وبعدين هتدخل على التطبيق حكلا ايه موجودة عندك هنا هو هتدوس عليه مرة واحدة وتشيل علامة الصح من على اللي هو المربع ده وبعد كتدوس على خلاص لو نزلنا بالشريك من فوق هتلاحظ ان العلامة بتاعت البرنامية جيتشارت ايب انا كل فترة محتاج مسلا كل يوم او كل يوم انا هتخل اعمل الحركة ديت ان انا بفتح التطبيق كده هو بالطريقة دي وبعدين بدوس على المربع الاصفر دوت وبعد هو بخلص بقى في التطبيق تمام? دي اول طريقة عن طريقة تطبيق. في ناس هتسألني طب انا مسلا عايز اسرع على الفيسبوك بس عن طريق مسلا او متغير التطبيقات او اي حاجة حواريك برضو طريقة تانية دلوقتي. طريقة تسريع له الفيسبوك او بقية الموقع عن طريق انك بتدخل على وبعدين بتعمل بتدخل على الواي فاي بعدين بتروح على الشبكة بتاعتك اللي انت متصل بها بتضغط ضغطة طويلة وبتدوس على بتدخل بتاع الشبكة وهنا هتعلم على تمام? ومن هنختار تمام? هنختار بعد كده هنيجي على الاي بي او الواحدة هندخل الاي بي بتاع التلفون بتاعنا هيكون مسلا مية تنين وتسعين مية تمانية وستين واحد مية. ممكن المية دي انت تغيرها تحطها اي رقم تاني? ممكن تخليها خمسين ستين سبعين عشرة واحد اتنين على حسب ما انت عاوز لكن ما تحطش ولا واحد ولا اتنين. تمام? ما تحطش ولا واحد ولا اتنين. وهنفهم ليه دلوقتي. الاي بي التاني اللي هو دوت ده الاي بي بتاع الراوتر اوتوماتيك بيبقى موجود. خد بالك ان هو اخر واحد فاحنا لو كتابنا واحد في الاي بي اللي فوق مش هينفع. ما ينفعش تكون في نفس الاي بي على التلفون. فيفضل في الاي بي اللي فوق دوت انت تحط اي رقم غير المية. خلاص? اما دوت اوتوماتيك بيبقى موجود ما تغيرهوش. اه ده محور تسريع الفيسبوك واليوتيوب وبكل المواقع اللي انت بتفتحها هنكتب اربعة اتنين اتنين تلاتة وهنكتب تحت اربعة اتنين اتنين اربعة وندوس على وخلاص انا كده سرعت الانترنت على موبايل اندرويد عن طريق التطبيق اللي احنا استخدمنا النهاردة. وعن طريق اللي احنا دفناه على شبكة الواي فاي. تمام? طبعا التطبيقين مضمونين مية في المية شغال بهم انا زي ما احنا شايفين مع بعض انا طبعا التطبيق ده انا طبعا عندي بقى له تلات يام تحت التجربة او بقى ليومين تقريبا ودي ان انا شغال بيبقى لي فترة طويل على التليفون وباش بيتقابلني اي مشاكل خالص اثناء تصفح ولا على فيسبوك ولا اي ولا اي تطبيق ولا اي موقع ولا اي حاجة خالص. تمام? رابط تحميل التطبيق ده هايكون موجود اسمها الفيديو. يا رب يكون الشرح عجبكم يكون سهل وبسيط بنسبلكم. استنونا ان شاء الله في الشرحات جاي كتير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.